اليوم في لحظات والأمة تمر في وقت عصيب ولا اعتقد انه على ممر التاريخ والزمان كله ان الأمة مرت بما تمر به اليوم من فتنة مخيفة ومن شبه دخلت على الأمة وربما يصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم فتن كقطع الليل المظلم حتى قال النبي يصبح الرجل مؤمنا ومن شدة الفتنة يمسي كافرا ولا حول ولا قوة الا بالله ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا ولعل اللحظات التي اريد ان اتحدث بها هي المقصود في قوله تعالى ولا تتبع خطوات السيطان لحظة واحدة يغفل فيها العبد ويطيع فيها نفسه ويطاوع شهوته ويسير خلف شيطانه وتغره دنياه يضيع فيها وبعدها لا ينفع الندم وصدق القائل يوم قال اني بليت باربع يرمينني من نبل من قوس لها توتير ابليس والدنيا ونفسي والهوى يا رب انت على الخلاص قدير والفتن اليوم هي عبارة عن خطوات وعبارة عن لحظات فتن كقطع الليل المظلم تقع في شهوات وفي شبهات ثم بعد ذلك يعض على اصابع الندم وبعدها لا ينفع الندم واللحظة من الفرد الواحد في المجتمع من المسلمين تهلك امه لانك انت وانا عبارة عن افراد من هذا المجتمع والمجتمع كيان واذا تخلخل هذا الكيان بافراده انهدم البنيان الكبير في المجتمع وضعت الامة واصبح هلاك الامة على يد فرد واحد وصدق النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي في البخاري وفي مسلم ويل للعرب من شر قد اقترب فيه شر اقترب الى هذه الامة من اكثر من 1400 سنة فما ظنكم اليوم بعد مضي هذا الزمان الكبير باختصار لحظاتك انت لا تكن سببا في هلاك نفسك وهلاك الامة مثل القائم على حدود الله والواقع فيها لما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال في اخر ذا هذا الحديث قال فان يتركهم او يتركوه هلكوه جميعا لان الذي كان يخطئ واحد لكن الذين سكتوا ورضوا بان تمر هذه اللحظة على هذا الانسان وعلى هذه الامة كان سببا في هلاك هذه الامة ارجع الى سؤالي هل نفسك لها مكانة عندك هل تحترم ذاتك انا اسألكم بالله رجالا ونساء في هذه اللحظة تساءل لهذا السؤال هل انت تحترم نفسك او لا تحترمها ان كنت تحترم هذه النفس فالانسان النفس البشرية غريزت وجبلت فيها ثلاثة امور الامر اول حب الاكل والشرب وهذه غريزة معلومة في البشرية الغريزة الثانية غريزة الشهوة الجنسية وهذه عيضة فطرة الغريزة الثانية وهي غريزة الاعتزاز اعتزاز بالذات دون تكبر ولا غرور وهذه غريزة موجودة في كل مخلوق والدليل على كلامي هذا اغلب ما يدور في مجالسنا احيانا حينما تتحدث انت عن ذاتك تتحدث بماذا تتحدث عن منجزاتك عن عطاءاتك احيانا تجلس مع اطفالك اولادك في البيت او تلاميذك في المدرسة وغالب ما تتحدث عنه عندهم عن الانجازات التي صنعتها انت لماذا لان الانسان ما يستطيع واجه الاشكال او الخلل او الفشل او النقد الذي في ذاته يحب الستر ويكره الفضيحة وهذه طبيعة المخلوقين كلهم لذلك تجد الانسان لا يحب ان يعرف انه اغتيب في مجلس او نم عنه في كلام لا يليق به فبالتالي هذه طبيعة بشرية اجريت احصائية في دول غربية على مجموعة اتصالات وقيل انها تجاوزت الف اتصال يراقبون التلفونات فوجدوا يريدون اكثر كلمة تتكرر في كل اتصال اكثر كلمة الان في الاتصالات ما هي ليست الو لكن وجدوا اكثر كلمة اكثر لفظ يردد انا من كثرة ما يحب الانسان ان يتكلم عن ذاته وان يستر اخطاعه ولا يبن نقد ولا يحب ان يواجه نفسه بانه فاشل الغرائز الثلاث قضية الاكل والشرب هذه حتى يبقى الانسان ويعيش قضية الغريزة حتى يستمر النسل في الامة وهذه طبيعتها لكن غريزة حب الاعتزاز ليش لماذا هذه الغريزة كانت في نفسي وفي نفسك لماذا ليش ان تحب ان تعتز بنفسك تدرون لماذا لان الله يحبك ولان الله احبك ما يريد لهذه النفس الحراف حتى ما تنحرف لان اذا عدلتها قومتها رفضت الفشل رفضت الانتقاد انت جالس الان تعدل النفس من داخل تزكيها فبالتالي لان الله لا يريد لك الانحراف لانك ان لم تستطر ولا تحب الاعتزاز بذاتك انحرفت وانحرافك هذا خراب فساد في الارض ولكن عكس ذلك يكون لعمارة الارض والانتشار الخير باذن الله تبارك وتعالى فيها انا اقول الان الذي يفعل المعصية ويكررها هل هذا يحب نفسه او اهانها قطعا انه يهين هذه النفس اضرب لكم مثال لماذا عندنا كباعر ذنوب وصغائر ليش يقول ابن القيم رحمه الله سمى النبي عليه الصلاة والسلام بعض الذنوب كبيرة لانها تكبر اذا اهنت نفسك وكبرت اهانتك لنفسك خذ على سبيل المثال دعوني يتكلم معكم بشي من العقل الان شارب الخمر اكرمكم الله اذا شرب الخمر تجده احيانا يمشي في الشارع مثل المجنون ربما اكرمكم الله تقيع على نفسه وربما خلع ملابسه وربما قال بكلمات يهذي بما لا يدري وربما رفع ملابسه واخذ يقضي حاجته في الطريق وفعل فعل المجانين هذا لما اهان نفسه بهذا الحرام لما اهان النفس اراد الله له ان يبين المسألة كبيرة لانها كبيرة انت اهنت نفسك بحجم كبير فاصبحت هذه المعصية ايضا كبيرة كذلك الزاني حينما يزن والزانية لا ينكيحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين اتحدى رجل عاقل صاحب فضيلة يقال فلان زانية ويتزوجها او يتقدم لخطبتها ليش لان الاهانة الملتصقة بها هي لحظة ضاعت فيها تلك المرأة وبالتالي لا يريدها والعكس كذلك صحيح ثم انني اتساءل حتى لو اردنا الان ان نستعرض بعض اللحظات المضيعة او التي تضيع كثيرا من الشباب والفتيات لحظة المعاكسة على سبيل المثال الان لو دخل الشاب في موقع من المواقع يريد معاكسة فتاة تجده يرمق بعينيه لو التفت اليها حد ارجع النظر مرة اخرى الى الامام لماذا لانه يعرف ان هذه فيها اهانة بل ربما سمع كلاما من الفتاة او من المرأة ان كانت محافظة يهين ذاته ونفسه وكذلك الفتاة في المقابل لو انها ارادت ان تغري شابا بلحظة معاكسة او اخذ لرقم هاتف تجد ربما اذا سمعت من عاقل كلمة هي تجد تلك الاهانة كلها بل يقول ابن القيم حتى لو لم تفرح او تسمع كلمة اهانة انت صاحب المعصية في قرارة نفسك انك حقير اقسم بالله قبل يومين ارسل لي احد الشباب رسالة ثم اتصل بعده يقول بالحرف الواحد واسمحوا لي اكرمكم الله يقول يا شيخ انا حقير حمار ثم لما هاتفته ودار بيني وبين حديث قلت لماذا تقول عن نفسك هذا الكلام والله يقول ولقد وقد كرمنا بني عادم ثم جلس يعدد عفان الله وياكم كثيرا مما يقع به من المعاصي والذنوب حتى الانسان في قرارة نفسه يعرف انه اذا اهان نفسه في لحظة من اللحظات هو مهان ولذلك المغتاب الان كيف يهين نفسه لو اغتبت مسلم ثم انتقل الخبر الى ذلك المسلم ودخل عليك في يوم من ايام قال يا فلان هل انت قلت في كذا وكذا كيف سيكون حالك واستقبالك ووجهك لهذا الامر الآن الشاب الذي يغض بصره ويحفظ نفسه هذه لخظة ولذلك الله جل وعلا ما قال قل للمؤمنين يغض من ابصارهم وبعدين وش ربطها به ويحفظ فروجهم طيب وش علاقة البصر بالفرج وكل المؤمنات يغض من ابصارهن ويحفظ فرجهم ذلك ازكى فالقضية مرتبط باول نظرة لان هذه النظرة يتبعها كذلك فكرة وخطرة ثم فعل ثم بعد ذلك ربما كانت المداومة ثم يندم الانسان على ذلك الفعل وبعدها كما اسلفت وقلت لا ينفع الندم اقول ان الانسان الذي لا يحترم نفسه لا يحترمه الاخر اين المرأة الان بحجابها الان المرأة اذا خرجت من بيتها وتجملت وتعطرت استشرفها الشيطان كما جاء في الحديث في مسجد الامام يحمد اذا استشرف الشيطان انا اسأل المرأة سؤال الان كم رجل ينظر اليها وكم انسان يميل لها اذا كانت غير متحجبة هي هنا في خلال خروجها الى عودتها اسألكم بالله كم سيئة واثم تكسب هذه المرأة لانها امالت ومالت المائلة المميلة كما خبر النبي صلى الله عليه وسلم لكني ساقول الاخوات بشارة الان المرأة بحجابها اقسم بالله انها تؤدي رسالة ودعوة عظيمة كبيرة يفخر بها كل مسلم هل رأيتم في يوم الايام ان منبر الجمعة يدور في الشوارع عشان نقول للناس هذا ديننا او هل رأيتم مصحفا يمشي بالشارع المرأة اذا خرجت بجلبابها وحجابها لحاجة هي تعبر عن الدين وتنشر حقيقة الاسلام وهذا النموذج ليقتدى به حتى يقال انظروا امرأة مسلمة مؤمنة متحجبة عفيفة كريمة فاصبحت بحجابها هذا تستطيع ان تبيل نفسها انها بالفعل تؤدي دورها في سورة تحفظونها كلكم انا اريد ان نقف معها سريعا سورة والتين والزيتون لاحظة والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين لقد خلقنا ليسانا في احسن تقويل ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات اقسم الله بماذا اقسم الله في بداية السورة والتين والزيتون ثمر ثم الطور الجبل او المكان الذي كلم الله عنده موسى ثم البلد الامين البيت الحرام اقسم بمكانين وثمرتين طيب سؤال وش علاقة البلد والطور بالتين والزيتون وش علاقتها يا اخوان هذا قرآن ما علاقة التين والزيتون ثمرة بالبلد والطور البلد الحرام عرفنا طهارة وعرفنا مكانة والطور المكان الذي كان فيه موسى التين والزيتون اشارة الى فلسطين لانها تجرع هاتين الشجرتين هناك فبالتالي المسجد الاقصى او فلسطين والطور والبلد العمين مكة والمدينة يقشم الله بها ليش لطهارتها طاهرة اطهر شيء في الارض طيب وش علاقة هذه العماكن بعدها ولقد خلقنا الانسان يعني عن طهارتك كطهارة تلك البقع لكن اذا اهنت نفسك ولطخت نفسك ولم تنتبه الى نفسك رددناك اسفل سافلين لانها لحظة ضيعت نفسك بها فبالتالي انت لتتحمل تلك النتيجة انت انت مخلوق من ماذا انا بس ابي ابين الانسان يستطيع انه يرفع من نفسه ولا يهينها انت مخلوق من مادتين التراب ويش والماء وهما عنصران كلاهما طاهر بالنسبة للماء كما قال الله وانزلنا من السماء ما انيش طهورا وبالنسبة للتراب كما قال النبي جعلت لي الارض مسجدا وطهورا فبالتالي انت تتوضع بالماء لتتطهر فان لم تجد ماء تيممت بالتراب صعيدا طيبا لتخرج كذلك من الحدث اما الاصغر او الاكبر السؤال الذي يطرح نفسه هذه الطهارة في الارض اللي انت منها التراب والماء لماذا تنجس هل سمعتم ان احد لو دخل واحد الان في بيته اكرمكم الله واخذ ازباله وضعها في داخل البيت ونفرها في الغرف سيقال عن هذا مجنون وهذا قدر ويلوث نفسه وبيته بل شف طهارتك ارفع نفسك لا تهين نفسك ولا تهين المره نفسها بل ليس فقط انت مخلوق من مادتين طهرتين لا الله تبارك وتعالى خلقك يا ابن ادم بيديه الكريمتين ولا نشبه سبحانه وتعالى الله يخلقك بيديه الكريمتين اكراما لك ما خلق الله بيديه الا ثلاثة خلق القلم او اللوح بيده وخلق ادم بيده والجنة ونفخت امر الملائكة ان تستدله سجدت ملائكة السماوات كلها الا ابليس ابليس لما طرد من الجنة عاداك في الارض لانه طرد بسبب ابيك ولذلك حينما انت تعتز بنفسك وتنظر ان هذه النفس لا تقبل ان تقع ولو بشي يسير مكانتك الان لو تدخل على بيتك وتجد ان احدا اتهم زوجتك او اتهم ولدك او بنتك او قال عنك انت كلاما عند اهل بيتك كيف سيكون حالك لذلك يرغب كل عاقل بستر الله عليه ولذلك مما كانت هذه النفس انها ما تضيع بلحظات هل يجوز الحين واحد منكم يقوم يتكلم على اي شخص ابدا لا يجوز ان توين انسانا ولا تعير احدا بذنبه اخبر النبي عليه الصلاة والسلام انه ما عير ابن عادم ابن عادم مثله بذنب لم يمت حتى يعمل هذا الذنب لذلك الناس يقولون شيباننا لا تسمت فيعافيه الله ويبتليك والله انها صحيحة بعض الناس يرى صاحب معصية ويعيره يرى صاحب خلق ذمين فيعيره احمد الله اذا عافك الله مما ابتلاه وان استطعت ان تقدم نصيحة فافعل لكن لا تشمت ولا تهين الناس ولا تحقن الناس والله العظيم مصداقا لقول الرسول الكريم من عير مسلما بذنب فعله والله لم يموت حتى يقع فيه طال الزمان ولا قصر وقرأوا التاريخ اذ فيه العبر ليس قوما يدرون الخبر اقول ايها الاحبة النبي صلى الله عليه وسلم تعرفون قصة المرأة التي زنت المرأة لما زنت اراد رسول الله ان يقيم عليها الحد لكن احد الصحابة سبها لما سبت عيرت بذلك الذنب غضب رسول الله نعم نحن نعاقب لكن لا نهجأ ولا نعير الناس عندنا شريعة في حدود نقف عندها ونحترمها ولكن لا نعير الناس بذنب فعلوه عكرمة ابن ابي جهل هذا عكرمة ابوه ابو جهل فرعون هذه الامة هذا عكرمة لما اقبل على النبي عليه الصلاة والسلام وهناك مجموعة من الصحابة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم سيأتيكم عكرمة ابن ابي جهل قبل ان يسلم اياكم ان تسبوا اباه فان سب الميت لا يضره ويضر الحي احترموا عكرمة لا تسبوا اباه ولا تعيروه بابيه عكرمة رضي الله عنه افضل الميتات ما تشهيدا فنسأل الله ان يجمعنا به في جنات النعيم خذ على سبيل المثال ابليس عليه ابليس عليه من الله ما يستحق لما طرده الله من الجنة ليش لانه طرد بسبب ابينا اذف اسجد لا ما نبساجد اجل طلع هو الان حطك عدو انا اهان هو يرى انه اهانة يقول ارأيت هذا الذي خلقت او من طيل وخلقتني من نار كيف اسجد الواحد مخلوق من طيل ثم لما طرد اسمعوا كيف المعركة بدأت عشان تعرف ان الشيطان دوره الرئيسي في الارض انه يهينك ما يبقى لك العزة قال الله جل وعلا ارأيتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني الى يوم القيامة ايش لأحتني كن ذريته مش معنى احتني كن معنى احتني كن اي اقود يقول اهل اللغة الاحتناك هو ان تضع لجاما على دابتك في خطام الناقة فتجرها بمعنى ابليس يبغى يربطك مع وجهك ويسحبك يحتنكك يقودك ليش لان ابليس يعلم ان المعركة معركة اهانة في نظره ولا بد ان يهينك طيب اذا انا اعرف ان هذا عدوي يريد اهانتي بهذه الصورة كيف اسمح له ابليس اول قضاياها التي يدوج لها اليوم بني علمان والليبرالية واعداء الشريعة الاسلامية الذين يدعون الحرية العري والله العظيم ان بعضهم يتمنى قراءة في صحيفة في دولة اسلامية مع الاسف ان بعضهم ينادي يقول لماذا لا يدرسن الطالبات في الجامعات بما يهوت كما يسميها يريدون النساء والناس يمشون عريانين لانه الهدف الاول عند ابليس ليش ابليس اول ما وسوس لادم وحوى في الجنة كانت تتعلق باللباس كما قال الله فوسوس لهم الشيطان ايش ليبدي لهما ما ووريا عن سوآتهما هو من الاصل يبغى العري هذا يكون موجود يتمنونها اليوم اعداء الملة ودهم يرون المولات والاسواق والفنادق والشوارع يرون المرأة كاشفة عارية ولا تلبس حتى حجابا ولا ربما تلبس ربما ثوبا غطاء كثيرا من جسدها هذا العري الذي ينادي في اعداءنا هي هدف من اهداف الشيطان وهي المعركة التي يريدونها من زمان هذا بارون اليهودي عنده نظرية فلسفة ويقول اصل الانسان قرد اكرمكم الله وهذه النظرية مهم صحيحة لا نظرية بارون ولا غيره اسألك بالله اذا كان اليهود هذا الذي جده شبطنزي كما يسمونه اسألكم هو هو الذي يريد ولا لانا الاحترام احترام الذات او الذي يقول يا بني ادم او الذي بين انه ولقد كرمنا بني ادم الله الذي كرم هذا الجنس الانسان انت مكرم ليش يقول ابن كذير رحمه الله كرمك الله بعلوك الجسد الوحيد اللي مهم منحني انت الان حيوانات منحنية ظهورها اما الانسان لا ولا تنحني ركوعا ولا سجودا الا لله الذي خلقك ولذلك عزتك حتى العزة التي تبعث عنها تكون في هذا السجود وفي هذا الامر اليوم من اراد ان يقع في لحظة من لحظات الشيطان نحن ان شاء الله تعالى بعد شهر نسأل الله ان يبارك لنا في شعبان وان يبلغنا رمضان في رمضان نعرف الحديد الصحيح انه اذا دخل شهر رمضان غلقت ابواب النيران وسللت وقويتت الشياطين انا هذا اشتهد من الحديد مرضة الشياطين تقيد لا تستطيع ان تفعل ما تستطيع ان تفعله لا في شوال ولا في رجب ولا في شعبان هنا بعض الناس حتى في وقت تقييد مرضة الشياطين مو بالشيطان يقول لا احتنكن يحط لك لجام ويربطك ويسلسلك في بعض الناس يهين نفسه حتى في هذا الشهر ابن القيم يعلق تعليق لطيف يقول ربما اتى الشيطان يوم القيامة يقول يا رب انا في رمضان كنت مغلغل والذي حبس نفسه عبدك ذاك الضعيف ما قوى نفسه مع ان الشيطان لا يصل الى القوة التي كان يصل اليها في غير هذا الشهر اذا أردت ان ترى من اللحظات الخطيرة انا اقول اتحدى جيبوا لي معصية على وجه الارض ليس لها احد يؤثر فيها يعني ما انها صاحب فيه زي ما يحصل من طرف واحد مستحيل فيه انسان يتعلم المخدرات او التدخين دون ان يحثوا احد او يتأثر باحد حتى له مشاهدة مستحيل ولذلك تجدون الاسلام يحفظ لك ذلك كله باختصار قل لي من تصاحب اقول لك هل انت عزيز ولا لا قل لي من صاحبك من صديقك من الذي تهاتفه سرا وخصوصيا اخبرك من انت واقول لك ماذا تفعل ان تقف الناس ينقسمون ثلاث تقسام قسم يدعوك للخير امثال الاخوة جزاهم الله خير القائمين على هذه الملتقيات المباركة فهذا تمسك به وقسم اخر يدعوك صراحة للشر والضياء فهذا الفرار واخر غافل لكنه يؤثر عليك احيانا سلبا غافل ولذلك الله جل وعلا ابا اضرب لكم مثالين في الصحبة اللحظة الخطيرة هذه ابو جهل اقرب الناس له من من الكفار عقبة بن ابي معيط سافر ابو جهل خارج مكة يوم من الايام وعقبة بن ابي معيط جلس في مكة يقول عقبة هو يتحدث يقول كنت اسمع عند الكعبة القرآن يتلى من محمد واعجبني القرآن ارتاح هذا عقبة بن ابي معيط صاحب قصة سلال جزور الذي وضع على الرسول عند الكعبة يقول فارتحت للقرآن بدأ يسمع كل يوم يقول فعزمت في نفسي ان اذهب لرسول الله واسلم تخيلت يريد دخول في الاسلام يقول بينما انا متجه في طريقي الى النبي عليه الصلاة والسلام فاذا بابي جهل قد رجع من السفرة قال وين قال ذاهب الى محمد سمعت كلام ربه واثر ذلك الكلام فيه واعجبني اريد الاسلام قال له ابو جهل يا عقبة اقسمت عليك ان لا تذهب اليه مسلما انما اذا اردت الذهاب الى محمد فابصق في وجهه يا عقبة ان اسلمت ولات والعزة لا اخاطبك ولا اصاحبك يعني سأفارقك يقول تفتلي قلت يا ابا جهل اعجبني القرآن قال اما انا او القرآن محمد يقول فتركت القرآن والاسلام فمات والعيادة بالله على الكفر هذا الصاحب السيء لحظة كان رايح يسلم لكن اثر عليه في المقابل الايجابي عمر بن الخطاب تعرفون قصته المشهورة وهي ايضا صحيحة تلكم القصة من ذلك الصحابي الذي وقف مع عياش بن ابي ربيعة عياش بن ابي ربيعة اراد الاسلام عمر ما زال في مكة قال له عمر اتهاجر معي المدينة دققوا يا شباب لتلتبت سلك البنت والفتاة التي ضيعتها زميلة لها او صديقة اتصلت بي احدى الاخوات قبل شهر تقريبا ارسلت لي عدة رسائل ثم قالت ارجوك اسألك بالله ان ترد ثم ذكرت انها بنت في بيت محافظ ابوها وامها يحفظان القرآن الكريم لكنها وقعت في مشكلة لدحلها بعد اردت عليها بالتالفون او الهاتف اخبرتني انها عن طريق صديقتها حاولت ان تقنعها بان تضيع وقت فراغها بمكالمة شاب تقول انا اليوم في ورطة ثم تكلمت عن تفاصيل اربع باسماعكم عنها لكنها لحظة طبعا يتتكلم تبكي نادمة على ما كان لكنها وقعت في يد ذئب لا يخاف الله ولكن لهذا الذئب كما يقول ابن الجوزي لهذا الذئب تمساح يأكله طال الزمان او قصر مهما طال الزمان العب في اعراض الناس خضراحتك لكن والله لا تموت حتى يأتي يوم تجد فكا اسد او فكة تمساح يقطعك فترى الفضيحة امام عينيك ثم بعدها تندم ولا ينفعك حينها الندم عياش ابن ابي ربيعة لما سمع ابو جهل انه يريد الذهاب مع عمر الاسلام هاجر من مكة المدينة ابو جهل خاف انه يسلم ليش لان هذا عياش امه غنية تري قال لو اسلم اثر على اهل مكة لانهم اغنياء سادركه لارجعه يقول فلحق به لما لحق بعياش وقف قال يا عياش عد فان امك تنتظرك وانها اقسمت ان لا تستظل يعني ما تجز تحضل وان لا تستحم يعني ما تتروش ان لم تعود اليها قال لعمر انا اعود لامي قال عمر لا ترجع انما هو دين الله ورسوله قال يا عمر امي ما رح تستظل ولا رح تتحمم قال امك يتعبها الشمس فتستحم ويشغلها القمل اذا ما تروشت فكذلك بعدها تستحم قال قلت ام يقول فلما جاء يرجع قال له عمر ارجع لكن خذ ناقتي الناقة ذي علامة ذكر بينه بينك لعلك تذكرنا وتعود الينا وخذ الناقة ورجع كل ما نزلت اية على رسول الله في المدينة ارسلها عمر مكتوبة لصاحبه عياش فيقرأها حتى نزل قول الله الآيات التي قرأها الامام في اول ركعة في سورة المغرب انزل الله تبارك وتعالى قول قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله يقول عياش فقرأت هذه الآيات فأثرت فيي وتركت مكة وأمي وذهبت لرسول الله مسلما معلنا اسلامي ترى فيه يوم خطير اللحظة لحظة الصديق السيء سيجعلك تندم ابو جهل لما رد عقبه بن ابي معايد عن الاسلام انزل الله في اية ارجوكم رجاء اقرأوها بقلوبكم نزلت الآية هذه في عقبه بن ابي معايد يوم يعض الظالم على يديه عض على يديه يوم القيامة يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا ابو جهل ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اظلني عن الذكر بعد اذ جاءني ظل عن الحق والتوحيد والله العظيم هالعاية سيقولها عدد من الناس يوم القيامة وربما كما قال بعض العلماء سيقول هؤناس هنا في الدنيا كنت ازور السجون القي بعض المحاضرات ولاشراف على بعض الاحداث في الدار الملاحظة الاجتماعية قديما اسمع كلمات ترددها الشباب يقول يا ليتني لم اسر مع فلان ولا علان ولم اقع في الضياع والشهوات التي اصبحت نتيجتها وجودي في هذا المكان لماذا نترك اللحظة البسيطة الشهوة هذه تؤثر علينا ثم بعد ذلك نندم وحينها لا ينفعك ايها المبارك والله اي ندم قضيتي دين الله تبارك وتعالى دين يحتاج منك فقط ان تعرف ان طريقك واحد وان النجاة في طريق واحد فقط الرسول يقول له رب العالمين اسمع اسمع هذا النداء انت من انت انا من انا ماذا نساوي عند محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام الله يقول يا محمد واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداتي والعشي يريدون وجهه ثم قال حتى الالتفاتها البسيطة ولا تعد عيناك عنهم لا تغرك الدنيا تريد زينة الحياة الدنيا وزينتها ممنوع لان هذا الذي ستسير عليه او ربما لو التفت اليه سيضرك قال ولا تطعيش من اغفلنا قلبه عن ذكرنا هو مسلم لكن قلبه غافل ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا مش معنى فرطا يعني بالمعنى العام ملخبط غير متجمع فرطا مفروط ما له زمام ولا امر يعدله ولا يقومه ولا يسيره على ما يريد يا شاب يا فتاة يا مسلم يا عاقل الصاحب والذي نفسي بيده يؤثر حتى الصالحين وليوقفه الآن لا تقول لنا اصحابي كلهم نهل الطاعة اقول هل هل علاقة لله ولا لا هل هي لذات الله تبارك وتعالى او لا الله يقول لموسى اذهب الى فرعون طاغية الارض انه طغى وبعد ذلك يأتي موسى يقول يا رب اجعل لي وزيرا ايش من اهلي هارون اخي وشوله ليش قال هارون اخي اشدد به اذري واشركه في امري ايش السبب كي نسبحك كثيرا وندكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا لا تقتر بدينك ولا بمتانته ولا بحفظك للقرآن ولا بقبيلتك ولا بمالك لانك بشر ولا يؤمن عليك الفتنة ما دمتا حيا تسير على هذه الارض اختر لك صاحب والفتاة تختار صاحبة ترى يوم القيامة لا يبقى معك اقرب الناس يليك الا الصاحب الطيب حتى امك وابوك وزوجك وولدك يوم يفر المرء من عخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه طيب من يقف معك في ذلك اليوم الله يقول الاخلاء ايش يوم اذن بعضهم لبعض عدو الا من الا المتقين يوم القيامة تمسك اللي بجنبك دخل النبي عليه الصلاة والسلام كما في الترملي في سنة الترملي والحديث الصحيح قال اين ابو بكر قال هانا يا رسول الله قال تعال وجاء على يمينه قال اين عمر قال هانا قال تعال فوقف ابو بكر على اليمين وعمر على اليسار وامسك الرسول يديهما قال هكذا نكون يوم القيامة يوم القيامة كيف ستكون جلس الرسول مع الصحابة والحديث في الصحيح في المسجد قال كل منكم يمسك بيد صاحبه ظلام في الليل كل واحد مسك يد لي بجنبه ثم لما امسكوا قال من كانت يده بيد صاحبه فانكم ستقفون يوم القيامة هكذا فلما قام رسول الله فاذا الذي بجانبه من عثمان رضي الله عنه وارضه يوم القيامة تحتاج الى صاحب وتحتاج الفتاة الى صاحبه والناس يركضون في ذلك الموقف كل منهم فار من القريب والبعيد ولا ليش الرسول اخى بين المهاجل والانصاب ليش اخى بينهم المعاخات التي كانت يقول طبعا ابن هشام هي كانت في مكة قبل المدينة لكنها في المدينة اخى بين القوي والضعيف ضعيف يحط معه قوي حتى يقويه وتصبح المعاخات حتى انهم من شدة الاخوة يقول له اخترح دي زوجاتي واوطلقها فتتزوج عليها بل مما كانت الاخوة الطيبة في الاسلام اول ما شرع على الرسول عليه الصلاة والسلام الصديق الاخ في الله يرثك من مالك حتى نزل قول الله تعالى بعد غزوة بدر واولي الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله لما نزلت هذه نزلت بعد غزوة بدر قال العلماء لان الله عز المسلمين بالانتصار يكفي الانتصار وإلا الاخوة في الله تورثك في سنة استمر الميراث للاخ في الله سنة عاما كاملا حتى قاتل النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم فأصبحتم بنعمة ايش اخوانا قال الاخوة في الله لماذا يقولون هذه فلسفة علمية قرأت تقريرا على ما يسمونه بطاقات او افرازات الحب عند الانسان يقول الانسان عند طاقات حب كبيرة هذا الحب انت مأمور طبعا ان يكون حبك لله ورسوله هذا هو كل شيء كما اخبر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم احب الى الله لما ذكر الاباء والابناء والذريات والعشيرة ومساكنة ارضونها احب اليكم من الله ورسوله الى اخرين قال الحب شخص يقول انا ما تزوجت يا اخي من حق يا احب ولذلك مع الاسف وسيأتي الكلام الان اليوم اصبحنا اذا قلت لواحد انت حب مباشرة يروح الحب عندها الحب الحرام العلاقة الغير منضبطة ليش ترى الامة المسلمة الى مئة سنة من الان كانت امة تعرف الاخاء تعرف الدين من مئة سنة هو الاعداء يشتغلون ماذا حركوا فينا انا قرأت كلمة لاحدهم يهودي يقول امة الاسلام عندها اخوة يعني فيه ثبات قالوا كيف نزعزعها قال عليكم ببث الفكر وش بثوا لنا افلام مسلسلات غناء عمركم شفت مسلسل في غالب ما يعرض على قنواتنا العربية او سمعتم الا ويعود الحب والغرام والضياء فيديو كليبات واغاني هل سمعتم احدا يعاكس عشيقته ويسمعها مقطع قرآن كريم لاستيس ابدا ليش حاولوا ان يخرزوا هذه القضية في نفس الناس حتى تتركب المسألة عند الشباب الجيل الجاي لازم يكون لي عشيقة ولازم يكون لي حبيبة ولازم يكون لي ارتباط بحرام حتى يكون لي كيان في نظره هو ويصبح لي مكانه عند الناس هذا الحب طيب ما تزوجت يقول العلماء شوف هذه لفتة يقولها ابن القيم يقول الحب الزائد عندك بعد حب الله ورسوله تحب مكبوك زوجتك ما تزوجت قال يقسم ذلك على الاخوة في الله والاخوة في الله ما لا حد حتى تهدأ نفسك لأن عندك عاطفة حتى المتزوج والمتزوجة قد يكون عند حب أيضا وعاطفة وطاقة ما زالت موجودة تصرفها في طريقها الذي أراد الله تبارك وتعالى فبالتالي سترى أن الأمر كبير وعظيم الاخوة في الله عظيمة جدا حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا قال ينصب يوم اليوم القيامة حول العرش منابر من نور وعنده أناس لهم لباس من نور في وجوهه من نور ليسوا بملائكة ولا بأنبياء ولا بشهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء وينواقفين حول العرش قالوا الصحابة صفهم لنا يا رسول الله قال ليسوا أرحاما يعني ما في بينكم بينهم علاقة رحم ولا بينكم وبينهم أموال تتعاطونها ما في بيع شراء يعني ما في مصالح قالوا صفهم لنا يا رسول الله قالهم قوم تحابوا في الله اجتمعوا على طاعة الله وتفرقوا على طاعة الله سؤال واحد الشباب يجلسون في استراحة مثلا من مننا إذا قام من مجلس مع شبابه مع محبيه مع أقاربه قال يا أفلان أو يا أخمان لا تنسوا صلاة الفجر أو إذا خرج أرسل رسالة لا تنسى صلاة الفجر هنا اجتمعوا عليه وتفرقوا عليه اجتمع عليه وتفرق عليه لماذا؟ لماذا؟ لأنه يعرف قيمة هذه المحبة في الله وجبت محبتي لمن يا رب قال للمتحابين فيها والمتزاورين فيها والمتجالسين فيها وجبت محبة الله جل في علاه الله لا يرغمه أحد بل هو الذي يرغم خلقه تعالى الله جل وعلا يرغم الخلق كيف يشاء ولذلك المسلم إذا آخى آخا له في الله اسمعوا هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام من آخى في الله رفعه الله درجة كما بين السماء والعرض وإن أهل الجنة لينظرون إلى المتحابين في الله في الغرف كما ينظر أحدكم إلى النجم الغابر هذا إذا كانت المحبة في ذات الله طيب يحشر المرء مع من قال يحشر المرء مع من أحب من تحب سؤال يطرح نفسه من أحب الناس لك أجيب بين نفسك بكل صراحة شف الشخصية التي تحبها بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام هل هي تستحق هذا الحب هل هي تستحق لخوة والمحبة والاحترام أو أنها مزيفة أو أنها مجرد مصلحة دنيوية أو شيطانية أو شهوانية ثم تنتهي إذا أردت أن تعرف ستحشر مع من يوم القيامة انظر إلى أحب الناس إليك وترى يوم القيامة ما تدخل لوحدك الجنة وقف العلماء عند قوله تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة يعني جماعة يقول العلماء يعبى الله أن يدخل الناس الجنة فرادا هذا في الجملة هو الذي فيه من يدخل لوحده لكن في الجملة تدخل مع مجموعة تعال من تحب؟ حبوب بكر عمر علي ابن باز الإمام أحمد ابن تيمية ابن القيم الصالح الإمام يجتمع معهم ودخل معهم الجنة تجتمعون في مكان ثم يدخل ذلك الجنة ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاه يقول لو أني صمت الليل لو أني صمت النهر لا أفطره وقمت الليل لا عنومة وأنفقت مالي في سبيل الله كله اسمعوا وليس لي أحد أحبه في الله والله ما نفعتني هذه عند الله سيئة هذا يقول ابن عمر عبد الله بن عمر وإذا قلنا عبد الله بن عمر وضعنا التحية وقلنا حسبك به ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه وجمعنا بهم في جنات النعيم يا جماعة الخير لحظة الضياع فرطت وخربت الأخلاق الرسول لماذا أبو عث أنا اسمحوا ليتحدث لأني أرى هذا الجمع الكبير المبارك أغلبه شباب وأريد الحديث لهم خاصة الرسول يقول إنما بعث وإيش لأتمم إيش مكارم الأخلاق يقول واحد لا يا أخي الرسول بعث لقضية التوحيد فقط نقول صح لكن هذا الكلام مهو بكلامي هذا كلام رسول الله وش معنا أبو عث لأتمم مكارم الأخلاق المجتمع من غير أخلاق ضايع أضرب لكم مثال تخيلوا مثل ما يحصل لبعض الدول الكافرة أن أي رجل الآن يطلع من هذا الموقع ويأخذ أي أطرف امرأة من الشارع ويمشي معها ويجلس معها ويذهب معها بل تخيل أن بعض الناس يدخل الآن عريان في هذا المكان أو أحدا يدخل ويشعل أكرمكم الله سجارة أو غيرها إذا انقطع الأدب ضاعت الأمن والرسول بعد ليتم من مكارم الأخلاق ومن يقول أن التوحيد ليس خلق وأن العبادة ليست من الأخلاق أليس الرسول أليس الله يقول لموسى وهارون اذهب أيش إلى فرعون قال الله قول له هل لك أيش إلى أن تزكى تزكي نفسك تطهرها هذا خلق وهذا مرتبط بالتوحيد تزكيها بدخولك في التوحيد كل العبادات مرتبطة بالأخلاق الصلاة وش يقول الله جل وعلا قال الله من الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر هذا أخلاق تصلي وأن تعرف قيمة الصلاة الله أكبر يوم قلت الله أكبر ليه بالدعوة حركات رياضية الله بسم الله العظم الله أكبر من دنياك من دينك من أهلك من مشاكلك من مصائبك من محبوبك الله أكبر خلاص الحمد لله رب العالمين وقف مع الآيات الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إذن هذه الصلاة إذا ما نهتك عن الفحشاء والمنكر ما لها قيمة خذ على سبيل المثال الصدقة الزكاة خذ من أموالهم الله ماذا يقول خذ من أموالهم إيش صدقة إيش تطهرهم بها تطهرهم وتزكيهم بها هذه الصدقة الزكاة طهارة لك طهارة والصدقة أنواع ما هو بشرط المال أنت قد تتصدق بأخلاقك ولذلك النبي عليه الصلاة السلام لما قال قال عليه الصلاة تبسمك بيوجه أخيك إيش صدقة أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة إفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة إعانتك أخيك على الحمل على الداب صدقة بل وضع اللقمة في فم زوجتك صدقة منك على زوجتك إذن فيها طهارة لهذه النفس فيها أخلاق فيها تعليم الصيام النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول من لم يدع قول الزور والعمل به فليس للأحاجة يدعى طعامه وشرابه الحج الشرم معلومات ثم قال فمن فرض فيهن الحج إيش خلق فلا رفض ولا فسوق ولا جدالة في الحج طيب هذه أخلاق هذا الدين يدعونا لهذا الأخلاق بل الرسول صلى الله عليه وسلم بعذاء بهذه التزكية قال الله جل وعلا ربنا وابعذ فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم الكتاب يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة وإيش ويزكيهم يطهرهم الخراب والضياع الذي ينادي به أهل الشر والله إنه ضياع للأمم والأمة حتى تقوم ساعة النبي يقول طبعا في قضية مهمة لا تتوقع بعض الناس عنده دين ولا عنده أخلاق مع الأسف وبعض الناس عنده أخلاق ولا عنده دين ونحن نريد التنكام تجتمعان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا إيمان لمن لا عمانة له ربط الإيمان بالأمانة وقال لا دين لمن لا عهد له وقال في قول آخر الحياء والإيمان قرناء يا أخي معليش أنتم تقرؤون سورة المؤمنون شوفوا أول آيات يجيب لك خلق عبادة خلق عبادة حتى آخر سورة الفرقان اسمعوا قد عفلح المؤمنون أول شيء جاء بعبادة الذين أيش الذين هم في صلاتهم هاشعون هذه عبادة ثم يأتيك بالخلق والذين هم عن اللغوي معرضون هذا خلق ثم يأتي بالعبادة من يقول أن العبادة بعيدة عن الخلق والذين هم ثم قال بعدا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون والذين هم عن اللغوي معرضون والذين هم ايش للزكاة عبادة فاعلون إلا على أزواجهم خلق أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين ايش هم لأماناتهم خلق وعهدهم راعون ثم ختمها والذين هم على صلواتهم يحافظون شال نتيجة أولئك في جنات مكرم في جنات في جنات عظيمة آخر سورة الفرقان لما ذكر الله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هم وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلام ثم تأتي العبادة والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إلى آخر الآيات هذه صفتك هذه الأخلاق التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحقق هذه القضية سورة الماعون أرأيت الذي يكذب بهذا الدين قال بعد آخر لا يتفويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يرؤون آخر شيء ويمنعون الماعون ما علاقة الماعون الماعون كما قال بعضهم يطلبك جارك إبرة أو قدرا أو بعيرا وتمنعه هذا خلق طيب ليس ربطها بالصلاة وربطها بالرياء لأنها متلازمتان ولذلك يقول أتدرون من المفلس والله العظيم إن المفلس اللي يمشي في الأسواق يبحث عن أعراض الناس والمفلس الذي يسرق أموال الناس والمفلس الذي ولغ لسانه في أعراض الناس قالوا المفلس من لا دينار ولا درهم له هذا المفلس قال لا لكن المفلس الذي يأتي يوم القيامة عنده صلاة زكاة صيام أعمال كثيرة من الطاعات لكنه جاء يوم القيامة وقد أكل ما لهذا وضرب هذا وشتم هذا فيأخذ من حسناته لهم فإن لم يبقى عنده حسنات أخذت من سيئاتهم وطرحت عليه حتى يطرح في النار والعياذ بالله أين أخلاق الأمة الأمة اليوم تفتقر عندنا فقر أنا أدعوكم اليوم إلى التبرع لكن ليس بالدم بالأخلاق بالأخلاق التي تعيد الأمة تعيد الشباب تعيد الأمر إلى جمامه تضبط الأمور انفلتت الأمور فيه ضياع مسلسلات قنوات جوالات تقنية أنترنت غير ذلك هذه كلها إن لم تسخر في طاعة الله جل وعلا فإن القضية خطيرة يمكن يقول أحد يا أخي المسألة المسألة خلاص تطبع ما يستطيع لن أقول لا الرسول لم يقل إنما العلم إيش بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم أنا أقول الأخلاق بالتخلق أضرب مثال لو في واحد اليوم أو امرأة سمينة ولا متين وقيل له لازم تفعل الرجيم حتى تخففه عنده عزيمة والله إننا نعرف أشخاص كانت أوزانهم ما شاء الله كبيرة بالعزيمة استطاعوا أن يفعلوا الرجيم حتى أصبحوا كما يقول الرشيقين أنت ما عندك ستفعل الرجيم من المعصية توطن نفسك حتى تعيدها إلى حقيقة دينها الرسول كان خلقه القرآن إذا رأيت الرسول يقول أنس كأني أرى مصحفا يمشي على الأرض القرآن يمشي على الأرض اليوم بعض الناس ما معه ولا آية بل علق أحد الدعاة تعليقا جميل يقول بعض الناس يمشي اليوم وهو ألبوم أغاني ومسلسلات وفضائيات وخراب وضياع شوفون بعض شبابنا هداهم الله وقف عند أي مجمع أو شارع ترى قصات الشعر العجيبة واللباس الغريب والله الذي يبكينا ويحدثنا بعض النساء من المحارم ما يرون في بعض قصور الأفراح وبعض مجتمعات النساء الذي أصبح الإنسان حقيقة يخشى يخشى والله من عاقبة نخشى أن ينطبق علينا قول الله وعما ثمود وعما ثمود لما قال الله فاستحبوا العمى أراد الله لهم الهداية لكنهم استحبوا العمى ولم يريدوا الهداية التي أمر الله تبارك وتعالى بها نكمل إن شاء الله تعالى بعد الأذى سمعناه الآن والله لو أردنا أن نتخذ منه مدرسة وعلوما تربي هذه الأمة إلى الأخلاق لو وجدنا الشيء الكثير أليس النبي يخبرنا أن الشيطان إذا سمع الأذان فرّ وله ضراط لأنه يسمع كلام الرحمن ولذلك أنا أختم بأمرين اثنين الأمر الأول افعل الخير مهما كنت وأين كان حتى وإن كان يظهر عليك تقصيرا أو عندك وقوعا في خطأ أو حرام ازرع جميلا ولو في غير موضعه فلا يضيع جميلا أينما زرعا وصنايع المعروف تقي مصارع السوء حن أمه اليوم ما وصبنا في العراق ولا في فلسطين ولا في أفغانستان ولا وصبنا حتى بأي خلل من الأمور التي تصيب العمة إلا ونحن لنا دور بها بمشاركتنا التي إننا لم نحترم أنفسنا فوقعنا وأوقعنا الأمة معنا النبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء يتعبت نزل عليه الوحي خاف توقع المسألة جن أو مس ورجع إلى خديجة زمليني دثري لي قالت ما الأمر فأخبرها بالذي رأى قالت والله لا يخزيك الله أبدا واش قالت لها بعدها إنك لتصل الرحم وتفعل المعروف وتعين على نوائب الحق الله ما يخزيك هل رأيتم أحد يصنع معروفا ويعمل صالحا يرجو به وجه ربي فيخذل كلا اصنع المعروف أينما كان في اسمين من أسماء الله تأملوا فيها الديان والاسم الثاني الشكور واش معنى الديان الديان الذي لا يضيع عملا لك أبدا سواء خير ولا شر فمن يعمل نثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل نثقال ذرة شرا يره وما أكرم شاب يقول نفس المسلم ما أكرم شابا شيخا لسنه إلا قيض الله له عند كبره من يفعل له ذلك والحديد عند الترميلي كان أبو سفيان قبل إسلامه أبو سفيان طبعا زوجة هند بنت عثبة هند بنت عثبة أسلمت قبله وأبو سفيان لما أراد الإسلام ما أسلم في البداية مع أن الإسلام عرض عليه مرارا لكن حصل موقف منه رأى فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم تمشي في سكك مكة ثم سقطت فاطمة في الأرض ولما سقطت مر عليها وهو ليس بمسلم فرفعها ونفض التراب عنها ثم دارت الأيام وإذا به يدخل في الإسلام ويسلم يقول الصحابة رضوان الله عليهم والله لا نعلم سببا لإسلام يا أبي سفيان إلا ذلك الموقف العمل الذي فيه خير يبقى الاسم الثاني لله الشكور والشكور هو الذي يجازي على القليل كثيرا الله لا يظلم ولا يهضم تعالى الله لا يظلم أحدا ولا يهضم حق أحد يعطيك حقك كما فعلته ولذلك المرأة التي فعلت ما فعلت لكنها رأت كلبا أكرمكم الله وسقط ذلك الكلب فشكر الله لها وش قال بالحديث وغفر لها غفر لها بسبب كلب رجل يمر يرى كلبا يلهث وينزل البعر ويخرج خفه إنعال أكرمكم الله ويملأها ماء ويعض عليها بأسنانه حتى لا ينكب الماء ويصعد ويسقي الكلب وفي رواية أنه كان زانيا ولكن الله شكر له وغفر له بهذا العمل الذي هو في نظر الكثير يسير جعفر بن أبي طالب يموت ويخلف عيتاما ثم قال الرسول من يكفل أبناء جعفر فقام ثلاثة من الصحابة كلهم أفقروا من جعفر لكنهم يريدون ما عند الله تبارك وتعالى الإمام أحمد بن حنبل يروي قصة يقول كانت امرأة تمشي في الطريق جوعانة ومعها كثرة خبز تصدق عليها ومعها الطفل يبكي تبغى تجلس في مكان الخبز يابس حتى تصب عليه ماء وتلينه فتبحث عن ظل فقالت لصبيها اجلس أبحث عن مكان وأعود يقول لما محمد فذهبت الأم ثم جاء لص وخطف الصبي هذا راح به ورجعت الأمة وجدت ولدها فأخذت تولول وتبكي وتصيح وبينما هي في الطريق مر عليها رجل فقير معه طفل قال إن طفل هذا يبكي يريد شيئا يأكله قالت ادخرت خبزة لولدي وخطف خذها تقول فما أعطيته هذا البيهة لما محمد فما أعطيته إياها وعدت وأبحث عن ولدي إلا ورجع اللص الحرام قال خذي هذا ولدك قالت لماذا رجعت قال خطفته ومشيت فسمعت رجل يقول إياكم وصبيان الناس فإن لكم أبناء كما لهم ولكم قلوبا كما لهم يقولوا خفت ورجعت إليك قالت الأن والله إنما أرجعه الرغيف الذي كان نحسبه لله وإن العمل الصالح اليوم بعض الناس تقول هيجلس في مسجد نصف ساعة تسمع كلمة أو محاضرة كأنك تجلس عليه جبالا لكن خله يروح المناسبة أو زواج أو لقاء ربما فيه حتى أحيانا مكروها وحراما فتجد الساعات الطويلة تمر عليه ولا يلتفت ولا ينتبه لها ولا يقف عندها الرسول في الحديث الصحيح يقول رجل سمعت صوتا في السماء في الحديث الصحيح يقول فلتفت فإذا بي سحابة يقول يا سحابة اذهبي وأمطري على أرض فلان من فلان يقول فتبعت السحابة حتى وقفت على حديقة رجل والله ما نزل عن يمين حديقته ولا شمالها قطرة صب على مزرعتها بس يقول فلما نزل المطر راحت السحابة أتيت إلى صاحب المزرعة قلت ما شأنك وشنت وماذا تصنع قال هذه مزرعة إذا حصدتها وزعها ثلاثة ثلاثة ثلاث لي ولأهلي وثلاث للفقراء وثلاث أعيده فيها قال والله إنما جاءت كالسحابة بسبب ذلك الثلاث لأن العمل لله تبارك وتعالى يا جماعة الخير ترى المسألة تركع وتسجد بس لا الله يقول اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وسكت قال وفعلوا الخير لعلكم تفلحون سجود وركوع وعبادة وفعل خير ولعلك أساك أن تكون مفلحا ليش الرسول يقول امسح على رأس اليتيم ترقق قلبك عثمان بن طلحة كافر يقول عرض علي النبي الإسلام ستين مرة والحديث في البخاري يقول عرض علي الإسلام ستين مرة فما أسلمت يقول وكنت أمشي في سكك مكة شوفها العمل خير فرأيت أم سلمة أم سلمة اللي تزوجها الرسول بعد وفاة زوجها يقول فرأيت أم سلمة معها ولدها طفلها قلت أين تذهبين قالت أذهب إلى رسول الله المدينة مهاجرة هو كافر عثمان بن طلحة قال لي وحدك الحالك قالت ما الأمر لوحدي 400 كيلو بين مكة والمدينة وتمشي على أقدامها قال لا اركبي على ظهر ناقتي أوصلك هو كافر وأركب على دابته راح بها حتى وقف فأنزلها فعاد قال رسول الله هذا الرجل يسلم بفعله معها هذا العمل يدخل في الإسلام في يوم الأيام وأسلم عثمان بن طلحة رضي الله عنه ودخل في الإسلام بسبب هذا الفعل الطيب عثمان بن عفان صحابي جليل غزوة تبوك غزوة مشهودة سماها الله يوم العسرة يقف الرسول عليه الصلاة والسلام قوام ثلاثين ألف من المسلمين ما عندهم شيء قال من يجهز جيش العسرة وله الجنة وله الجنة الرسول على المنبر وقام عثمان قال لك يا رسول الله مئة ناقة بأقتابها وعتادها وعدتها ونزل الرسول درجة ثانية قال من يجهز جيش العسرة وله الجنة قال لك مئتين من العبل بعتادها وعدتها قال من يجهز جيش الجنة وله العسرة قال ثلاثمائة بعتادها وعدتها قال اللهم اغفر لعثمان ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم قال لك تسعمائة ناقة وخمسمائة علف درهم من الذهب وعسرة آلاف من الفضة إنما أريد وجه الله ما راح للكلام عبر لما جاء الرسول في بير أريس أو أريس في المدينة جالس يقول أبو موسى الأشعري بحثت عن رسول الله فما وجدته فأخبرت أنه عند البئر يقول فأتيت فإذا بالرسول يتوضى فعينت نفسي عند الباب بوابة يعني من نفسي جلست عند الباب عند السور فجاء أبو بكر يبي يدخل قال ممنوع قال من وضعك قال أنا وضعت نفسي لا تدخل حتى أستأذن لك رسول الله وراح قال يا رسول الله إني أتيت ورأيتك تتوضى على البئر فقلت أقف وأحرسك وأيدها الرسول والآن جاء أبو بكر يريد الدخل عليك آذن له قال إئذن له وأبلغه السلام وبشره بالجنة وطلع قال يقول لك رسول الله يقرئك السلام ويقول ادخل ويبشرك بالجنة يقول ابو موسى ورأيته أبو بكر دخل فالرسول جالس على البئر أدلى رجليه على البئر بهذه الطريقة وجلس أبو بكر على يمينه وأدلى رجليه قال فخرجت فإذا بعمر جاي قال وين قال أبو رسول الله قال ممنوع لأن أستأذن لك استأذنت لأبي بكر قال فدخلت قلت يا رسول الله إن عمر يستأذن في الدخول عليك قال اخرج لعمر وأبلغه السلام وأذن له وبشره بالجنة وطلع فقال إن رسول الله يقرئك السلام ويبشرك بالجنة ودخل يقول فجلس على يساره يقول أبو موسى قلت يا رب يجي أخي الدعوة توزيع جنة يا رب يمر أخي فيدخل فيبشر بالجنة يقول فخرجت فإذا بيع عثمان رضي الله عنهم جميعا يقبل قال إني وليد الدخول على رسول الله قال فقلت أستأذن لك يقول فدخلت على رسول الله قلت إن عثمان يستأذن قال اخرج لعثمان وأقرئه مني السلام وأبلغه وبشره بالجنة على بل وتصيبه يصبر عليها يقول فخرجت فأبلغت عثمان فدخل وجلس عثمان مقابل معد في مكان اليمين أبو بكر واليسار عمر فجلس أمامه يقول سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال وما أولنا ذلك إلا قبورهم قبري أبو بكر وعمر بجانب قبر النبي عليه الصلاة السلام رضي عنهما وقبر عثمان في البقيع فرضي الله عنهم جميعا وأرضاهم هذا رجل يذكره ابن القيم اسمه أبو النصر الصياد أبو النصر الصياد رجل فقير ما عنده ما احتاج فما كان منه وهو يريد أكلا وشربا يقول مررت على عالم يقال له أحمد بن مسكين يقول فقلت يا أحمد إنني رجل تعبان فقير يقول قال لي أحمد ذكر ابن القيم رحمه الله قال لي أحمد تعال معي يقول فذهبت معه فقال توضأ وصلي ركعتين عند البحر يقول فتوضأت وصليت ركعتين قال الآن صد يعني ضع سنارتك يقول فوضعتها فاصطدت سمكة قال له أحمد خذ هذه السمكة وبعها واشتر لعيالك طعاما وشراب يقول فبعتها واشتريت لحما وحلوة فقلت والله لا يأكل وأبنائي منها حتى يأكل منها الشيخ أحمد هذا يقول فذهبت إليه فقلت إنني اشتريت لحما وحلوة خذ منها وكل قال لو أكلنا أو أطعمنا أنفسنا لما أخرجنا هذه السمكة نحن نبغاها لله توكر على الله رح أطعيالك يقول بينما أنا ذاهب معي فرحان لحم حلوة فإذا بي أرى رجلا أرى امرأة ومعها طفل يبكي ويتدوران جوعا وعطشا قالت المرأة يا هذا ارحم هذا الطفل يقول أنا ماسك كيس في لحم والآخر فيه حلوة وأتذكر عيالي جوعا وهذه المرأة تصيح لان قلت هي لان تمر في نفس ما كنت فيه قال فقلت خذ الحلوة وخذ اللحم يقول فأخذتها وتبسم الطفل ومسحت دمعتها وأنا أرى يقول عدت إلى أهلي فإذا برجل يسأل عني فلما أقبلت عليه كان يقول أين أبو النصر قلت نعم قال أنا رجل أعرف أباك وقد استدمت منه مالا قبل عشرين سنة ثلاثين ألف درهم لكنه مات ولا أعرف له مكانا وأتيتك اليوم أعطيك إياه يقول فأصبحت من أغنى أهل الأرض من شدة الغنى يقول كنت ما أخرج إلى الصلاة اللي أدفع ألف درهم كل صلاة يقول لكن نفسي تعجبني يعني دخلني العجب يقول فنمت ليلة وبينما أنا نائم رأيت في المنام أنه نصب الميزان يوم القيامة يقول ولما نصب الميزان يوم القيامة نادى منادي أين أبو النصر يقول فقمت قال فسمعت ويقول زنوا أعماله يقول وبدأوا يصبون أعمالي فإذا بأرى صدقاتي كلها وأعمالي وحسناتي لكنها كالقطن لا قيمة لها تحتها شهوة وتحتها عجب ورياء يقول فقال منادي قال هل بقي له من أعماله شيء قالوا نعم بقيت رقاقتان رقاقتان يعني كيسين اللي كان فيها اللحم بقيت رقاقتان أنفقها على أم وطفلها يقول فأتي بها فوضعت في الميزان فرجحت هي اللي كانت خالصة بس لله يقول يوم جيت سأقوم نادى منادي هل بقي شيء قال بقي دمعة الطفل والأم التي مسحها يقول فوضعت الدموع فإذا بها كالبحر الهائج فقالوا هل بقي له شيء قالوا بقي له ابتسامة الصغير يوم أكل الطعام وشريب الماء قال فوضعت في ميزان فطاشت السيئات كلها ولم يبقى إلا هذه الحسنات وين أعمال الخير يا جماعة الخير المسألة لله تحتاج أن نعمل الله يقول فلق تحمل عقبة العقبة كيف تتجاوز قال فك رقبة أو اطعام في يوم في مصغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة كيف تنجو إن لم تقدم لنفسك شيئا فلحظاتك إن لم تستغلها ذهبت قضية أخيرة أسألكم بالله هل حمدتم الله على شكره وعلى نعمه مثال مثال كم تقول في اليوم لكل الناس إذا قدم لك واحد هالمنديل وش تقول له شكرا جزاك الله خير يعطيك العافية ما قصرت أشكرك حبيبي جزاك الله خير كم تقول هالنناس في اليوم كثير لكن كم مرة تحمد الله على نعمه كم مرة تشكره كم مرة تشكر الله من لي أعطاك البصل من لي أعطاك السمع من لي أعطاك العقل ثوبك هذا الثوب اللي تلبسه وش أصل الثوب هذا وش أصله الثوب هذا لو لله والله يتصبح عريان الآن الثوب هذا إما قطن وإلا صوف الصوف طريقة الأنعام والقطن طريقة النبات اللي يخرجها النبات وإحيها لبهاي من الله جل وعلا طيب ليش ما تشكر الله تبارك تعالى على هذه النعمة كلكم عاري حديث القدسي إلا إيش إلا من كسوته أنت عريان أصلا لكن الله امتن عليك وكما سترك في الباطل الظاهر سترك في الباطل ولا يعلم بك إلا الله تبارك وتعالى يا بني آدم قد أنزلنا شبو بلاغة القرآن قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوعاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير الله يقول قد أنزلنا فيه لبس ينزل مطر من السماء طيب كيف ينزل أنزل الله الماء الذي أنبت الشجر الذي خرج منه القطن وأنزل الماء الذي أخرج النبج فأكلت منه البهائم التي تأخذ منه صوفها نعم أشكرت الله تبارك وتعالى عليها الخيمة هذه بيتك لتسكنه من الذي أعطاك إياه جريشة باب بلك الطاولة هذه أصلها خشب لو لا خلق الله للنبات ما كانت تقول ما أبغى سكن في بيت وين تسكن في خيمة وش أصل الخيمة في عش ما هو أصله أين ينتهي كل الأمر لله من قبل ومن بعد تبارك وتعالى ولذلك الله جعل لكم من بيوجكم سكن الأكل الشرب البصر من لي أعطاك أنه معملة البصر أنت تبصر وغيرك أعمى أنت تمشي وغيرك مورا وقعد أنت تعكل وغيرك لا يستطيع إلا عن طريق العبر أنت غني وغيرك فقير أنت عندك أطفال وغيرك عقيم أنت الذي تتحرك وغيرك لا يستطيع وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها واشكر الله على هذه النعم وشكر النعم لا يكون إلا بأمرين الأمر الأول أن يكون فيه عمل ليس كلام فقط لأن الله يقول وقل اعملوا اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور وما بكم من نعمة إلا من الله كل النعمة التي تتنعم بها هذا الماء من الذي أنزله أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه ماذا لو نشاء يخبرك الله تبارك وتعالى جعلناه وجاجة مالح لكن الله أنشأه وين جتها الموية منه من الحنفية الحنفية من وين من الخزان خزان من وين من البلدية البلدية من وين من البحر البحر من الذي جاء به رب العالمين كلها تعود لله ولذلك لو وقفت تنظر إلى ما خلق الله وما أعطاك الله تبارك وتعالى لو وجدت العجب العجاب طفلك الطفل الصغير من اللي يحرسه ينام يمرض يتعب يجوع من يحرسه أنت إذا أردت أن تسقط يقول العوام العين لها حارس يقصدون عين الإنسان وهذا صحيح كما قال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ولذلك نعمة الهواء تخيلوا أن الهواء هذا يملك واحد من التجار كيف كيف يوزع علينا لكن تقول تستنشق الهواء ما هو ملك أحد إلا لله ومن نعمة الله علينا بها الهواء أنك ما تحسك ولا تشوفك